تواريخ الامتحانات والفروض هو موضوع اليوم سوف نتحدث عن تواريخ الامتحانات والفروض لجميع المستويات فتابعونا حتى الأخير لكي نجيب على جميع سئلتكم التي طرحتمها علينا في الموضوع السابق إذن فيما يخص تواريخ الامتحانات والفروض سوف نتحدث عن تاريخ الامتحانات والفروض بالنسبة للإبتدائي والإعدادي وكذلك التنويت هلي وكذلك سلك شهادث تقني العالي إذن بالنسبة للإبتداء سوف نتحدث أولا عن جميع الفروض فهناك من يسأل كثيرا متى سوف تكون الفروض الأولى بالنسبة للفروض الأولى فهي تتعلق بكل حسب المادة حسب المادة التي تدرسها فمثلا هناك مواد يكون فيها فرضين في الأسدس وهناك مواد يكون فيها ثلاث فروض بالتالي لا يمكن تحديد توقيت كل فرض بالضبط لكن يمكن تحديد توقيت آخر فرض في السنة لأن آخر فرض يكون في نفس الوقت بالنسبة لجميع المواد إذن بالنسبة لآخر فروض المراقبة المستمرة براسم الأسدس الأول للسلك الابتدائي سوف يكون من 12 أو بين 12 و 16 يناير 2021 أما آخر فرض المراقبة المستمرة براسم الأسدس الثاني فسوف يكون ما بين 10 و 16 يونيو 2021 أما بالنسبة لإمتحال الموحد المحلي لنيل شهادة الدروس الابتدائي يجرى في يوم واحد سوف يكون في يوم واحد وسوف يكون ابتداء من 20 يناير 2021 الامتحال الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائي يجرى في يوم واحد ابتداء من 21 يونيو 2021 هناك من يقول بأن هذا الامتحان تم إلغاؤه لم يلغى بعد ولسا هناك خبر يقول بأن هذا الامتحان قد تم إلغاؤه فالامتحان سوف تكون في هذا الوقت المحدد الذي سوف نتحدث عنه إذن هذا فيما يخص الامتحانات أو الفروض الابتدائي أما بالنسبة للسلك الثاني والإعدادي فآخر فرض المراقبة المستمرة براسم الأسدس الأول سوف يكون بين 12 و 16 يناير 2021 وآخر فرض المراقبة المستمرة براسم الأسدس الثاني ما بين 10 و 16 يونيو 2021 أما بالنسبة للموحد المحلي لنيل شهادة السلك الإعدادي سوف يجرى في يومين ابتداء من 19 يناير 2021 أما الامتحان الجهوي فكذلك سوف يجرى في يومين ابتداء من 14 يونيو 2021 كان هذا الامتحان يجرى في ثلاثة أيام والآن أصبح سوف يجرى في يومين فقط أما بالنسبة للسلك الثاني والتأهلي فآخر فرض المراقبة المستمرة بالنسبة للأسدس الأول سوف تكون بين 14 و 16 يناير 2021 وآخر فرض المراقبة المستمرة براسم الأسدس الثاني الأولى والثانية باكالوريا ما بين 17 و 22 ماي 2021 الجيد المشترك بين ما بين 24 و 29 ماي 2021 أما بالنسبة للامتحان الوطني الموحد لشهادة الباكالوريا فسوف تكون الضورة العادية أيام 3 و 4 و 5 و 7 يونيو 2021 يعني 4 أيام والضورة الاستدراكية أيام 1-2-3 و 5 يوليوز 2021 أما فيما يخص الامتحان الجهو الموحد للمسارة الشحر الأحرار وللسنة الأولى من سلك الباكالوريا الضورة العادية يوم 31 ماي و 1 يونيو 2021 والضورة الاستدراكية يوم 28 و 29 يونيو 2021 أما بالنسبة لمن يدرس في السلك شهادة استقنى العالي أي بيدي إيس امتحان السنة الثانية من أقصى متحضير لشهادة استقنى العالي ابتداء من الاثنين 3 ماي 2021 وامتحانت السنة الأولى من أقصى متحضير لشهادة استقنى العالي خلال شهر يونيو 2021 إذن هذا كل ما قالته الوزارة وما أتى في بلاغ الوزارة إذن لا تنسى الاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تزور قناتنا ولا تنسى ذلك طرح أسئلتكم في التعليق إذا كان لديكم أي سؤال لكي نجيب عنها ولا تنسى تشجعنا بالضغط على الزر جيم ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي يستفيد لجميع وإلى فيديو آخر إن شاء الله